موسيقى هذه جولة إخبارية مفصلة توافق بها التغيير من العاصمة الأمريكية واشنطن حياكم الله في إطار الاهتمام الكبير الذي تلقاه زيارة محافظينين وأثيل نجيفي ورافع العيساوي وزير المالية السابق إلى الولايات المتحدة كشف محافظونين وتلقيه وعودا من الإدارة الأمريكية والبينتاجون بتسليح المقاتلين السنة في الموصل وحض أثيل النجيفي خلال مقابلة مع محطة فوكس نيوز الأمريكية حض واشنطن على الإسراع بتسليم المساعدات العسكرية إلى مقاتلي الموصل مبينا أن بمقدور هؤلاء المقاتلين الآن دحر تنظيم داعش الإرهابي غير أنه حذر من أن الوضع سيكون مختلفا إذا تأخر التسليح أكثر من ذلك نحن لم نطالب إلا بالدعم الأمريكي طالبنا بمستشارين فلدينا بالفعل قوات على الأرض من المقاتلين السنة في الموصل فهم جاهزون ولقد وصل عددهم إلى عشرة آلاف مقاتل وهم مستعدون للقتال لكنهم دون أسلحة منذ أشهر وهم بانتظارها لقد تلقينا الوعود اليوم من قبل الإدارة الأمريكية والبينتاجون ولكنها حتى الآن تبقى مجرد عود الوقت ليس بجانبنا وداعش هو تهديد حقيقي للولايات المتحدة وللعالم أجمع لكن الآن وفي هذا الوقت بمقدورنا القضاء على داعش وأنا واثق أنه بعد عام واحد سيتغير الوضع كثيرا وسيكون لزاما على الولايات المتحدة إرسال قواتها هناك وسيكون القتال أصعب بكثير حينها كما كشف محافظوني نوا عن سيطرة بغداد على أسلحة أمريكية كانت مخصصة لأبناء الموصل وبين النجيفي أن هذه الأسلحة بدلا من أن تصل إلى مغاتلي الحجد الوطني في مدينة الموصل وصلت إلى أيدي الميليشيات وذلك ما عزز قواها بمقابل ضعف الجيش العراقي لقد طالبت بالأسلحة الأمريكية في وقت سابق لكننا لم نحصل على شيء منها بل أرسلت إلى بغداد والأخيرة لم تسلمنا إياها المشكلة التي لدينا الآن في العراق هي أن الميليشيات الشيعية أكثر قوة من الجيش العراقي والقوات الرسمية فبدلا من أن تسلم هذه الأسلحة إلى القوات العراقية والسنية ذهبت إلى هذه الميليشيات الشيعية وهذا يعني أنها ذهبت إلى إيران مع قرب حلول الذكرى الأولى لاجتياح الموصل حسم العديد من أبناء الأقليات الدينية في المدينة قرارهم بالهجرة من أرض الوطن بينما ما يزال الآلاف من النازحين يعانون من سوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية صحيفة والستريت جونال أجرت تحقيقا عن الوجود المسيحي في العراق تناولت فيه لقاءات مع عدد من المسيحيين في أربيل شكوا من سوء أوضاعهم المعيشية حيث يسكن أغلبهم في دكاكين صغيرة بسوق شعبي صغير وسط المدينة وعبر هؤلاء للصحيفة عن حزنهم وفقدان أملهم بوطنهم وجيرانهم فلم يعد الكثير منهم بحسب الصحيفة يحلم بالعودة إلى الموصل وزيارة كنيسته القديمة هناك بل أصبح أغلبهم يطمح للهجرة إلى فرنسا أو الولايات المتحدة لأنه لا يرى وجودا للحياة في العراق بعد الآن تناولت صحيفة ديلي بيست الأمريكية في تقرير لها قضية مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي أبو علاء العفري لافتة إلى ما أسمته أكاذيب الحكومة العراقية حول مقتل قيادة داعش ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع العراقية قالت إن القيادية الثاني في تنظيم داعش أبو علاء العفري قتل في غارة جوية استهدفت مسجدا كان مجتمعا فيه مع أعضاء آخرين في مدينة تل عفر شمال العراق واعتبرت صحيفة ديلي بيست أنها ليست المرة الأولى التي تثير دعاءات العراق حول مقتل قادة من داعش الشكوك لعدم توثيق صحتها وتسألت الصحيفة بالقول لماذا تستمر الحكومة العراقية في فعل ذلك ووفقا لمحللي الصحيفة فإن الحكومة العراقية تنتهج هذا الأسلوب لمنح مقاتلها دعما معنويا موظفة التقنية الحديثة لهذا الغرض يشكل الغزو الأمريكي على العراق عام 2003 موضوعا دسما يتناوله مرشح رئاسة الأمريكية بعد أن تنصل المرشح الجمهوري جاب بوش من تصريحاته السابقة بشأن دعمه لقرار الغزو الذي أصدره شقيقه الرئيس الأمريكي أنذاك جورج بوش المرشح الجمهوري الأبرز رينبول كان له رأي آخر فقد اعتبر أن قرار الغزو كان خاطئا تماما معترفا بأن الرئيس السابق صدام حسين كان يشكل توازنا في المنطقة وأحدث غيابه انتشار فوضى الإسلام الراديكالي فضلا عن تزايد النفوذ الإيراني أعتقد أن قرار غزو العراق كان خاطئا وكنت أعتقد ذلك في حينها وذلك لأنه تسبب بالعديد من المشاكل التي حدثت في الشرق الأوسط أعتقد أننا أزحنا رجلا علمانيا متسلطا وقويا الأمر الذي أحدث فوضى بتنامي الإسلام الراديكالي كما أن العراق الآن أصبح دولة تابعة لإيران ولدينا قوات إيرانية داخل العراق فإيران أقوى بكثير عند رحيل صدام حسين وأظن أن لدينا أدلة كافية على الأرض تظهر لنا جليا أن إزاحة صدام حسين من السلطة قد جعلت البلد أقل أمنا تماما كما حدث في ليبيا فإن إزاحة القذافي زعزع الأمن هناك هذا وأكد المرشح الجمهوري أن طهران كانت تشكل خطرا أكبر بكثير مما كانت تشكله بغداد أنذاك مبينا أن صدام حسين كان يمثل تهديدا لجيرانه أما إيران فهي باتت تشكل الآن تهديدا للمنطقة والولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء إننا سنرتكب خطأا كبيرا إن لم نتعلم من أخطاء الماضي فنحن سنعيد ارتكاب الأخطاء نفسها مرارا وتكرارا فنعم أعتقد أن إزاحة صدام حسين كان خطأا لأنه كان يشكل توازنا مع إيران فحتى إن حصل على أسلحة دمار شامل فكان سيستخدمها ضد جيرانه وكان قد فعل ذلك بالفعل لا أقول إنه كان شخصا جيدا لكنه كان يشكل تهديدا لدولة عدوة لنا في المنطقة وهي إيران فكان علينا ملاحظة أن إزاحة صدام حسين لم تجعل إيران أقوى فحسب بل جعلتها أكثر تهديدا أعتقد أن إيران كانت تشكل تهديدا أكثر من العراق آنذاك وأصبحت أكثر خطرا خلال السنوات السبع الماضية وهناك فرق بين قوة تهدد استقرار المنطقة أو تهدد جيرانها أو قوة تشكل تهديدا مباشرا لنا في السياق قال جيب بوش إن خوض حرب العراق كان خطأا وكان المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة يوضح موقفه حول الحرب التي سمح بها أخيه جورج بوش وأضاف جيب بوش أنه بالنظر إلى تجاربنا السابقة ما كان ليذهب إلى العراق وفي مقابلات في وقت سابق خلال الأسبوع الجاري رفض بوش أن يقول ما إذا كان يمكن أن يشن غزوة عام 2003 لو كان مكان الرئيس السابق جورج بوش وتابع أنه كان مترددا في القول أن الغزوة كان قرارا خاطئا لأنه لا يريد أن يهين تضحية الأمريكيين الذين قتلوا هناك وكان تبرير الحرب يستند إلى استخبارات خاطئة بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقاله لأمريكي من أصل عراقي للإجتباه بسفره للقتال بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يعرف بتنظيم داعش في سوريا ومن ثم عاد إلى تيكساس بأمريكا وبحسب مكتب الإدعاء الأمريكي فأن المشتبه به واسمه بلال عبود وجهت إليه تهم بالكذب على الـ FBI يذكر أن عبود هو واحد من مئات الأشخاص الذين تقوم السلطات الأمريكية بمراقبتهم للإجتباه بإمكانية إقدامهم على عمليات إرهابية داخل البلاد جولتنا مستمرة واصلوها وإياكم بعد فاصل قصير أهلا بكم أبلغت المعارضة السورية السياسية الرئيسية مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفن ديمستورا أنه يضر بالشعب السوري بإجرائه مشاورات واسعة حول مستقبل سوريا ولسيما بإشراك إيران في ذلك وقال الإتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة في رسالة إن خطة ديمستورا لسماع وجهات نظر أكثر من أربعين جماعة لن تقود إلى تحقيق الأهداف المرجوة وقد يكون لها تأثيرا سلبي على المهمة وعلى دور الأمم المتحدة ومصداقيتها ورغم تحفظاته ذكر الإتلاف أنه على استعداد للعمل مع ديمستورا ودعاه لاجتماع في اسطنبول الشهر المقبل وكان قرار رئيس الاتلاف خالد خوجة رفض الدعوة الشخصية لجنيف هو ثاني رفض لعملية الأمم المتحدة هذا الأسبوع وفي الداخل السوري فبعد أن باتت المدارس والمعاهد التعليمية هدفا للقصف الحكومي الذي تشنه قوات النظام السوري أخذت جهات محلية تطلع بمهمة افتتاح معاهد تعليمية تحاول أن تمضي في المسيرة التعليمية التي باتت متوقفة في العديد من المناطق يبدو أن الحرب في سوريا لم تتمكن من تغييب المشاريع التطقيفية والتعليمية بشكل كامل التي انتشرت على امتداد الأراضي الخارج عن سيطرة النظام والمعرضة لقصفه بشكل دائم مركز المدى الثقافي في ريف معرة النعمان أحد التجارب المبكرة في الشمال السوري المركز نتأسس في 11-2014 الكادر كما تعلمون نحن عبارة عن تقريبا 12 شخص الكادر الموجود العاملين في هذا المركز بمختلف الاختصاصات بالإضافة إلى الكادر الطبي للنشاطات دور كبير هنا منذ التأسيس ورغم أن الحرب تحد عادة أدوار المرأة ظل المركز يستقطب فتيات من مختلف العمار والشرائح في صفوف أعضائه أو ضمن قوائم المتدربين والمستفيدين من خدمته الآن سرشة الشحان دولة العلاقات العامة في مركز مدى الثقافي اهتم هذا المركز بدور المرأة اهتمامه بغيرها من عناصر المجتمع اهتمام بدور الشباب أو طلبة المدارس من خلال عرض الندوات تقارير وغيرها إلى حد ما هو بداية بداية لتحريك دور المرأة كأغلب المشاريع المشابهة يعمل كادر المركز بشكل تطوعي في ظل نقص الدعم وراهنين أن الجهود المبذولة كفيلة باستمرار المشروع حتى لو انعدمت الجهات المتبنية عبدالوارس قاسم مسؤول مالي مركز مدى الثقافي اه وقعنا منحة مع منظمة كوميونيكس لمدة ثلاث أشهر وخلصت هي عن عبارة عن رواتب للمدرسين ومعدات للمركز طبعا نحن هلأ بعد ما خلصت المنحة المدربين عم يشتغلوا بشكل فردي يعني تطوعي يستقل مركز نشاطاته من واقع الحرب الذي تعيشه المنطقة مما ساعد على كسب ثقة الأهالي بل ودعمهم في حالات عديدة قمنا بأعداد دورات للطلبة للمراحل الأعدادية والثانوية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية ورياضيات والمواد الأخرى ثم بعد ذلك قمنا الدورة التمريضية وكانت استجابة جيدة من الأهالي نسبة حضور عالية ومرتفعة بالبداية ممكن كان فيه أنه عدم قناعة بهيك مركز باعتبار عن منطقة مركز جديد كان في عدم قناعة ما فيه ناس يعني ما فيه سيقة أنه يتقادرين يتقوم بهيك مركز الحفظة بعد ما شافوا العمله شافوا بتم الإنشاء المركز والدورات والآخرين صار فيه تقبل الأهالي ومساعد كبير بعد عقود من احتكار النظام للثقافة وتحديدها في مؤسسات بالية تحاول المراكز الثقافية الجديدة تطوير مهارات الناس وتوسيع معرفتهم آملين أن يكون لهم دور في بناء المستقبل بعد تخرر الثقافة من قيود الحكم شدد البيان الختامي لقمة كام ديفيد على أن واشنطن ستستخدم القوة العسكرية للدفاع عن شركائها الخليجيين إلى جانب التزام الطرفين الخليجي والأميركي بالعلاقة الاستراتيجية وأشار بيان كام ديفيد إلى وجود التزام بالعمل المشترك لمواجهة أي عدوان على دول الخليج كما أن واشنطن ستتعاون مع دول الخليج لردع ومواجهة أي تهديد وتعزيز الدفاعات الخليجية ببناء نظام انذار مبكر فضلا عن تعهد واشنطن ببناء قدرات صاروخية في المنطقة وخلصت قمة كام ديفيد إلى تعاون أميركي خليجي لمواجهة داعش أما في الملف اليمني فتم الاتفاق على حل الأزمة استنادا للمبادرة الخليجية وبشان سوريا فقد أوضح البيان أن الأسد فقد شرعيته ولا دور له في مستقبل سوريا وعن العراق عبر الرئيس الأمريكي عن ثقته في هزيمة داعش إلا أنه شدد على أن المشكلة هناك ليست عسكرية فحسب ولكنها سياسية أيضا من جهته قال أمير قطر تميم بن حمد بعد نهاية القمة الخليجية الأمريكية بكام ديفيد إنهم يأملون أن يكون الاتفاق مع إيران عاملا أساسيا للاستقرار في المنطقة لافتا إلى أن قمة كام ديفيد كانت مثمرة وأضاف تميم في المؤتمر الصحفي المشترك مع أوباما وقادة دول الخليج المشاركين في قمة كام ديفيد أنه تم الاتفاق على عقد قمة أمريكية خليجية العام المقبل لمتابعة ما تمت مناقشته في كام ديفيد أنا لا أريد أن أطيله ولكن تحدث فخامة الرئيس بالنسبة لاتفاق اللي بين الخمس دول خمسة زائد واحد بالنسبة لإيران طبعا كل دول مجلس تعاون ترحب بهذا الاتفاق ونتمنى أن هذا الاتفاق راح يكون عامل أساسي للاستقرار في المنطقة تحدثنا أيضا عن عدم تدخل الدول الغير عربية في شؤون المنطقة والدول العربية تحدثنا عن الأزمة في سوريا وتحدثنا أيضا عن الأزمة الموجودة في العراق تحدثنا أيضا عن مخاطر التطرف والإرهاب مثل ما تفضل فخامة الرئيس أنه مشكورا لبى دعوة الأخوة قادة مجلس تعاون لزيارة الخليج السنة المقبلة إن شاء الله ومن الآن لزيارة المقبلة سوف تكون هناك اجتماعات مكثفة لكي إذا كان هناك مجال والمجالات كبيرة لتطوير العلاقات بيننا العلاقات القوية بيننا بين ولاية المتحدة ولكن نطورها في المجالات التي تحدثنا عنها أمس اليوم شكرا 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 وغيرها من جيران إيران القلقون من الاتفاق النووي الذي تجريه واشنطن مع طهران يخططون للحصول على طاقة واسلحة نووية معادلة لتلك الإيرانية وأوضحت الصحيفة الأمريكية بأن المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية الأصغر تتعهد حاليا للحصول على نفس القدرات النووية المسموحة لإيران وتشير الصحيفة أن الأميرة تركي بن فيصل رئيس المخابرات السعودية السابق يجول العالم بنفس هذه الرسالة وقال خلال مؤتمر عقد مؤخرا في سيول كوريا الجنوبية أنه مهما امتلاك الإيرانيون سيكون لدى بلاده المثل ويجادل قادة الدول السنية في المنطقة إنه إذا أصبحت إيران على هذا الطريق فإن واشنطن لن يمكنها النقاش بمصداقية حول إقناع الدول العربية بعدم اتباع النهج الإيراني حتى لو كانت قدراتهم التكنولوجية خلف طهران بسنوات قال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية إن واشنطن تبحث مع دول خليجية إقامة مناورات عسكرية ضخمة في المنطقة في ظل ما وصفه بالتهديدات الإيرانية وأشار المسؤول العسكري الأمريكي قوله إن المناورات ستكون الأضخم من نوعها منذ عقود وأضاف المصدر أن إجراء المناورات ما زال قيد البحث ولم يحدد موعده بعد موضحا أن المناورات تهدف إلى الاستعداد لحرب محتملة في المنطقة في الأثناء قال مسؤول أمريكي إن إيران كانت تحاول فيما يبدو اعتراض سفينة تجارية ترفع علم سنغافورة لتسوية نزاع قانوني مشيرا إلى تقارير أن السفينة اصطدمت بمنصة نفط مملوكة لإيران في آذار مارس الماضي في الأثناء نفذت قوات إماراتية وأردنية وأمريكية في الأردن تمرين على التعامل مع الإصابات الجماعية التي تنتج عن التسريبات والتهديدات الكيموية وشارك في التمرين الذي يأتي ضمن تمرينات الأسد المتأهب لعام 2015 من الإمارات العربية المتحدة قوات إماراتية وقوات أردنية من مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية وقوات أمريكية مختصة بالأسلحة الكيموية ويحاكي التمرين هجوما مفترضا للإرهابيين بالأسلحة الكيموية على مدينة ما يؤدي إلى وقوع العديد من الخسائر بصفوف المدنيين لتهرع القوات المشاركة على إنقاذ الناجين وتطهير المنطقة من الإرهابيين والسموم ولفت مدير التمرين العميد محمد المواجدة أن التمرين يحاكي سقوط صواريخ قصيرة المدى على إحدى البلدات وكيفية التعامل معها للوقوف على مدى الجاهزية للتعامل مع هذه الحوادث أقر الكونغرس الأمريكي بصورة نهائية قانونا يمنح البرلمانيين حق النظر في الاتفاق النووي النهائي المحتمل التوصل إليه هذا الصيف بين إيران والدول الكبرى وصوت مجلس النواب بأغلبية أربعمائة صوت مقابل خمسة وعشرين لصالح النص الذي كان مجلس شيوخ أقره بشبه إجماع في السابع من الشهر الحالي علما أن الرئيس باراكوباما تعهد بإصداره وينص القانون على منح الكونغرس مهلة قدرها ثلاثون يوما لمراجعة الاتفاق مع إيران أمام خيارات هي التصويت على قرار يصادق على الاتفاق أو التصويت على قرار يعقل الاتفاق أو الامتناع كما يلزم الإدارة الأمريكية أيضا بضرورة يطلاع الكونغرس بشكل دوري ومنتظم على مدى التزام إيران ببنود هذا الاتفاق في المستقبل على أن يكون ذلك مرة كل تسعين يوم أفاد مسؤول بجهاز الأمن الفيدرالي بأنه تم اعتقال رجل حاول إطلاق طائرة موجهة خارج سياج البيت الأبيض وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هوئيته أنه لم يتبين إلى الآن إذا من رجل كان ينوي توجيه الطائرة فوق مقر البيت الأبيض أو إذا كان غرضه التقاط صورة جوية ويأتي هذا الحادث بعد أربعة أشهر على عثور ضباط الأمن الرئاسي على طائرة موجهة في فناء البيت الأبيض وتبين فيما بعد أن موظفا حكوميا هو من شغل الطائرة التي سقطت في البيت الأبيض قائلا إنها انتهكت المحيط الأمني بالمصادفة واتهم جهاز الأمن المكلف بحماية الرئيس بارتكاب هفوات أدت إلى تغيير قيادته أخيرا ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قطاعه قطار في فلادلفيا إلى ثمانية قتلى بعد العثور على جثة تحت عربة قطار مدمرة حسب ما ذكر أحد المسؤولين وقال عمدة المدينة إنه بالعثور على جثة الضحية الثامنة يكون قد اكتمل عدد المسافرين على متن القطار بالإضافة إلى العاملين وبعدما اتضح أن القطار كان يسير بضعف السرعة القصوى المسموح بها يسعى دفاع المهندس الذي كان يسهر على توجيه القطار أن موكله لم يتعاطى أي مخدر أو مواد كحولية وكان القطار الذي يقوم برحلة بين العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك قد خرج عن مساره لينقلب حيث كان على متن عرباته السبع أكثر من 240 شخصا عند وقوع الحادث بهذا الخبر نختتم نشرتنا لهذا اليوم من العاصمة الأمريكية واشنطن ونستودعكم في أمان الله اشتركوا في القناة